هاتفين متوسطين ممتازين Honor 10 Lite والجالكسي M20 هذون الجهازين أسعارهم ممتازة جدا مواصفاتهم متوسطة في عندهم مواصفات حلوة في اختلافات فإنت راح تختار شو أشتري من هذون الجهازين سأحاول أساعدك خليك تقرر شو تشتري إذا توفر الجالكسي M20 في بلادنا العربية يا رب هل نبلش بالنسبة للتصميم أنا أملك Honor 10 Lite هذا التصميم جميل جدا من الزجاج إطار من المعدن لما تمسك الجهاز بإيدك فعليا راح تحس إنه في فخامة في المصنعية ولكن للأسف الجالكسي M20 كنت أنا بعتقد إنه من الزجاج ولكن في بعض المواقع أكدت إنه الجالكسي M20 من البلاستيك فأنا فعليا دائما أفضل الزجاج على البلاستيك فنقطة التصميم راح تذهب لل Honor 10 Lite بالنسبة للشاشة M20 عنده شاشة 6.36% إنش Full HD Plus 19 على 9 تناسق أما Honor 10 Lite فشاشته أصغري شوية 6.21% إنش Full HD Plus 19 على 9 تناسق أنا بشوف إنه الشاشتين بما أنهم IBS LCD القياس قريب ما راح أعطي ولا واحد نقطة لأنهم في تقارب كبير بينهم فما في نقاط بهذا الموضوع في نقطة بالنسبة للنظام التشغيل إنتوا عارفين إنه ال Honor عنده EMUI من هواوي والسامسونج عنده تجربة السامسونج أنا شخصيا بفضل UI تبع السامسونج من أجل المعالج؟ Galaxy M20 عنده معالج اسمه Exynos 79.04 معالج جديد 14 مبني على تقنية 14 نانو متر بتردد 1.8 جيجاهت أما ال Honor فهو عنده 710 710 مبني على تقنية 12 نانو متر يعني سيكون أصغر سيكون أسرع سيكون أقل استهلاك للطاقة على الورق وحسب الأرقام والتردد 2.2 جيجاهت فالنقطة بتروح لل Honor 10 Lite بالنسبة للساعات التخزينية الجالكسي M20 بيبدأ ب 32 جيجا مع 3 جيجا بايت رام أو 64 جيجا مع 4 جيجا بايت رام بالإضافة إلى SD كارد 512 جيجا بايت أما ال Honor 10 Lite عنده 64 بيبلش مع 4 جيجا بايت رام أو 64 مع 6 جيجا بايت رام وفي خيار مش عارفين كي لصين هذا الخيار 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام مع SD كارد أبتو 512 خيارات أكثر للآن رام مضبوط فالنقطة بدأ تروح إلو بس بدي أشير إنه كل ما زادت ساعة التخزين مع الرامات بيزيد السعر فتخلي هاي النقطة في بالك انت ما رح تاخد ساعة أكبر ورام أكبر ببلاش بالنسبة للكاميرات الجالكسي M20 عنده 13 ميجا بيكسل مع كاميرا 5 ميجا بيكسل وكاميرا 8 ميجا بيكسل هدو الأرقام الكاميرات ال Honor 10 Lite إن شاء الله راح تشوفوا الصور اللي صورته بهذا الجهاز كاميراته كالتالي 13 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل مع 24 ميجا بيكسل فعليا أنا جربت الكاميرا هون والأداء اللي أخدته من هاي الكاميرا الأمامية والخلفية كان مرضي لهيك فئة سعرية ال M20 بعض المراجعين الهنود جربوا الكاميرا تبعه ال M20 وكان الأداء يعني مش متوقع يعني ما عجبهم كثير فأنا إذا أعتمد على هاي المقارنة فأفضل ال Honor 10 Lite لأنه على الأقل أنا الأداء أو الصور اللي أخدتها من ال Honor 10 Lite كانت جيدة جدا بالنسبة لهيك جهاز لهيك مستوى نحكي عن مدخل الجهاز ال Honor 10 Lite عنده مدخل مايكرو يو اس بي أما الجالكسي M20 عنده مدخل يو اس بي تايب سي أكيد رح يأخد النقطة الجالكسي M20 بالنسبة للبلوتوث البلوتوث في هذا ال Honor حيكون 4.2 أما الجالكسي M20 في البلوتوث اللي عنده 5.0 برضه النقطة لبلوتوث الجالكسي M20 في فيتشر أو أوبشن أنه يدعم الجهاز يدعم ال NFC أو لا يدعم هاي التقنية ال Honor يدعم هاي التقنية الجالكسي M20 لا يدعمها فنقطة لل Honor بالنسبة للبطارية ال Honor عنده بطارية 3400 ميلي أمبير بدون شحن سريع أما الجالكسي M20 عنده بطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع فأكيد النقطة رح تروح للجالكسي M20 أخر شيء السعر هذا الجهاز ال Honor 10 Lite عندنا في الأردن سعره 159 دينار أي ما يعادل 220 دولار الجالكسي M20 في الهند سيبدأ البيع تابعه ب 182 دولار يعني بجميع الأحوال هو أقل سعرا من Honor 10 Lite فهيك احنا فصلنا أهم الميزات عندي للجهازين أنا شخصيا لو بدي أشتري ممكن أشتري هذا الجهاز لأنه التصميم تابعه مبدئيا جدا جذاب والأداء تابعه مرضي جدا لجهاز حقه 220 دولار صحيح هذاك عنده USB Type-C وعنده بطارية 5000 وشحن سريع هم ميزات أنا بحبهم بس هم ميزات بالنسبة لي أكثر على كل حال حسب النقاط إن تختاروا مين بفوز؟ مين بتختاروا؟ وليش بتكون تختاروا واحد من هذول الجهازين؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت لو سمحتم وفي الختام بنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخرط محمد صلى الله عليه وسلم بشوفكم في الفيديو القدم إلا اللقاء إلا اللقاء